مرحبا وضحياتي للجميع يقول الفيلسوف الفرنسي السويسري الكبير جانجاك روسو إن أخبث شرير في الوجود هو أول إنسان وضع يده على قطعة أرض معينة وقال للناس أنا مالك هذه الأرض أو أن هذه الأرض ملكي ووجد من حوله قوما من البسطاء الذين صدقوا هذا الإدعاء وكان هذا أول فرد أنشأ المجتمع المدني وأيضا أول من خلق الجرائم والحروب والقتل والبؤس بين أفراد الجنس البشري فهكذا كما يخبرنا روسو ظهرت الملكية الخاصة طبعا بعد أن لم يكن لها وجود في السابق لأن العضوة بكل بساطة يعني وجدت قبل أن يوجد الإنسان عليها الأرض وجدت قبل ظهور النوع البشري أو الإنساني عليها وبالتالي إذا كان هناك اليوم يعني من البشر من الناس منهم أصحاب أراضي وملاك أراضي فهذا مؤشر واضح على أن الملكية الخاصة بدأت بصرقة تاريخية كبرى وغير مسبوقة في التاريخ وذلك طبعا يعني كما أخبرنا روسو عندما مثلا أتى شخص ما وسيج أول قطعة أرض عندما سيج أول إنسان خبيث وجشع أول قطعة من الأرض طبعا الأرض المشاع أنا ذاك وأقال أنا مالك هذه الأرض وبالتالي لا يسمح مثلا بالاقتراب منها دون إذن مني طيب إذا كان مفهوم الملكية الخاصة أو فكرة الملكية الخاصة طبعا كما يتفق كل فلاسفة العقد الاجتماعي إذا كانت الملكية الخاصة هي الركن الأساس في نشوء المجتمع المدني وبعد ذلك طبعا نشوء مفهوم السلطة والحكومة والقانون طيب هذا الأمر يشير إلى أن كل الحضارة البشرية كل الحضارة البشرية برمتها قامت واقعا على سرقة لنقل خسيسة خبيثة في الواقع جان جاك روسو كان على خلاف توماس هوبس طبعا توماس هوبس الفيلسوف الإنجليزي الكبير أيضا له نظرية في العقد الاجتماعي وهوبس طبعا كما هو معروف كان يعتبر أن الإنسان شرير وأناني بطبعه وأقال بأن الإنسان هو ذئب لأخيه الإنسان فرسولة كان على خلاف هوبس كان يعتقد بأن الإنسان بطبيعته خير بطبيعته طيب وأن الناس كانوا في الحالة الطبيعية أو في حالة الطبيعة الأولى أي قبل نشوء المجتمع المدني كانوا أكثر حرية وسلام وسعادة كانوا يعيشون مثلا على الفطرة وباكتفاء ذاتي حالة الطبيعة الأولى كما يراها روسو هي حالة من الحرية الكاملة وبالتالي من المساواة الكاملة بين كل أبناء الجنس البشري طبعا من واقع هذه الحرية التي يتمتع بها الجميع لكن بعد ذلك طبعا حدثت متغيرات كثيرة جدا فمثلا ازدادت أعداد البشر وبالتالي ظهرت عدة عوامل اقتصادية جديدة وأيضا تطور شكل العلاقات الاجتماعية بين الناس وبالتالي يعني مجمل هذه التطورات طبعا أدت إلى ظهور قيم اجتماعية جديدة وأهم هذه القيم هي فكرة الملكية الخاصة وفي الواقع يعني فكرة الملكية الخاصة ليست فكرة عابرة في التاريخ البشري لا واقعا هي من مثل منعطف منعطف مفصلي تاريخي بكل ما للكلمة من معنى طبعا في التاريخ البشري فعلى إثر ظهور الملكية الخاصة طبعا نشأ المجتمع المدني وتحولت البشرية من حالة الفطرة والحياة البسيطة مثلا إلى حالة الفوضى والحياة المعقدة والمكبلة والمثخنة بالصراعات والأحقاد والأطماع وانعدام الأمن وهيمنت مثلا منطق القوة وأغلب هذه الآفات والأوبئة الاجتماعية كما يرى روسو كانت نتيجة طبيعية لحالة التفاوت بين الناس هذه الحالة التي استجدت على إثر انهيار لنقل انتهاء أو انهيار المساواة التي كانت موجودة في الحالة البدائية الأولى والسبب بكل بساطة هو ظهور الملكية الخاصة هو ظهور الملكية الخاصة لأن الأرض وخيرات الأرض طبعا في السابق في الحالة الأولى طيب كانت ملكا للجميع كانت مشاعا بين الجميع لكن الآن هناك مثلا من يملك ومن لا يملك الآن هناك أصحاب أراضي وهناك عمال لدى هؤلاء الآن هناك أسياد وهناك عبيد الآن هناك من استولى على الخيرات وهناك مثلا من هو محروم منها الآن هناك من يأكل من هو متخم وهناك جائع إلى آخره وأيضا هذا الوضع الجديد المستجد لقل أفرز كذلك مجموعة من القيم الجديدة التي لم تكن موجودة يعني أقله بنطاق واسع طبعا في الحالة الأولى يعني كمثل قيم الجشع والطمى والمنافسة وحتى مفهوم الطبقات الاجتماعية فمجمل هذه المتغيرات طبعا أدت إلى نشوب الصراعات والنزاعات وحتى الحروب بين الناس طبعا لتحل هذه الحروب أو هذه النزاعات في مكان السلام والطمعنينة والاستقرار الذي كان عليه البشر في الحالة الأولى وفي ظل حالة الفوضى والمعمع هذا هنا أدرك الملاك الجدد بأنهم مثلا وملكياتهم يعني في خطر وبالتالي أوجدوا ما سيعرف بالعقد الاجتماعي ابتكروا العقد الاجتماعي ابتكروا صيغة صيغة نص صيغة العقد الاجتماعي فدع الملاك والأثرياء الفقراء للتعاقد معهم على إنشاء سلطة سلطة تحكم بين الناس سلطة تفصل بين الجميع فتنهي الحروب مثلا تنهي الفوضى تحمي الجميع توفر المساواة للجميع من حيث أن كل الناس سواء أثرياء أو فقراء ملاك وغير ملاك يعني الجميع سيكون خاضع لهذه السلطة وللجميع حقوق مثلا متساوية وعليهم واجبات متساوية أمامها فبتالي تأسست السلطة والقوانين والحكومة ارتكازا على هذا العقد الاجتماعي لكن لم يكن الأمر سوى خديعة خديعة كبرى يعني ربما لا تقل عن تلك السرقة الكبرى الأولى للأرض فالعقد الاجتماعي كان كما يرى الرسو دعوة زائفة الحد تعبيري حرفيا كان دعوة زائفة لكن في نفس الوقت مقنعة للفقراء هؤلاء الذين كانوا مثلا يعاينون الملاك والأثرياء وهم يتنعمون بالمنافع المختلفة ويناظرون ما أدت إليه الملكية من آثار سلبية وظلم اجتماعي كبير وكيف أن منطق القوة والهيمنة والثروة مثلا أصبح هو المتحكم وأصبح هو السائد فمجمل هذه الظروف لنقول يعني جعلت منهم على استعداد للتضحية بجزء من حريتهم من أجل ضمان مثلا الجزء الباقي منها فهكذا تم التعاقد وأصبح العاقد نافذا فتكرست اللامساوى وتكرست تفاوت بين الناس وتكرست حق الملاك المطلق لبل تكرست الطبقية في المجتمع بختم أنظمة وشرائع وقوانين يعني لا يسمح بقرقها أبدا أو بالتمرد عليها أو التنصل منها مثلا وهكذا لنقول غلت أيدي الفقراء والمعدمين بأغلال قانونية هذه المرة وباختصار كان العقد كما يقول جانجاك روسو مزريا مزريا تماما كما حالة الفوضى التي جاء هذا العقد أصلا من أجل إنهائها فبعدما كان الإنسان يولد حرا ويعيش حرا أصبح اليوم أو أصبح في هذه الحالة يولد حرا ولكنه مكبل بالأغلال في كل مكان هذه كلمات جانجاك روسو بعدما كان الإنسان يولد حرا ويعيش حرا أصبح يولد حرا ولكنه في كل مكان مكبل بالأغلال فهذا العقد كرس لا مساواة وكرس التوزيع الغير عادل للثروة وكرس النظام الطبقي الذي يعلي طبعا من قيمة طبقة اجتماعية على حساب مثلا الطبقات الأخرى أو على حساب طبقة أخرى وهذه هي أسباب أغلب المشاكل والأزمات الكبرى التي يعاني منها المجتمع الحديث هذا المجتمع الحديث الذي يرتكز أصلا في نشأته على الملكية الخاصة والملكية الخاصة كما ذكرنا كما تحدثنا يعني ظهرت أصلا بفعل صارقة تاريخية ومن ثم تكرست لنقل بخديعة تاريخية أيضا طبعا للإشارة هنا فهذا هو رأي جونجاك روسو في الملكية الخاصة والذي استوحيته من كتاب أصل التفاوت بين الناس لأن روسو واقعا في كتابه الثاني الشهير العقد الاجتماعي وعلى الرغم يعني من تطرقه أيضا إلى الظروف الغير سوية أو الغير سعيدة التي تتسع نطاقها مع انتقال الإنسان من الحالة الطبيعية إلى الحالة الاجتماعية المدنية يعني إلى حالة العقد الاجتماعي إلا أن روسو واقعا في كتاب العقد سيحاول أن يصلت الضوء هذه المرة يعني مثلا على ما في العقد من جوانب إيجابية بدلا من أن يركز كما فعل في الكتاب السابق في كتاب أصل التفاوت على ما في العقد مثلا من استغلال أو ضرر فيخبرنا روسو أنه على الرغم من كل السلبيات الموجودة في العقد إلا أن هذا العقد الاجتماعي يعني يبقى يبقى تعبير ويجب أن يكون كذلك كما يرى روسو تعبير عن الإرادة العامة الحرة للمجتمع طبعا لأن الأفراد عندما تنازلوا بموجب هذا العقد عن جزء من حريتهم عن حقوقهم يعني لم يتنازلوا عنها لصالح فرد أو لصالح حاكم أعلى أو مستبد أو لسلطة بعينها لا هذا التنازل كان لصالح المجتمع والمجتمع هو صاحب الحق والاختيار الوحيد في وضعها مثلا تحت تصرف سلطة عليا بهذه الطريقة يتحول كل فرد إلى شريك في الإرادة العامة للمجتمع طبعا كي لا يختلط علينا الأمر هنا فالإرادة العامة التي يتحدث عنها روسو يعني لا تعني مثلا مجموع كل إرادات الأفراد لا أكيد لا لن يحدث إجماع لكل أفراد المجتمع هذا أمر مستحيل أمر لا يمكن أن يتحقق وغير عملي لكن المقصود بالإرادة العامة يعني الروح العامة للمجتمع هذه الروح العامة التي تعبر عن المصلح العامة وهذه المصلح العامة هي الأساس لبل هي المصدر الأول والأخير لشرعية أي قوانين ولشرعية السلطة السياسية وطبعا مستقبلا مؤكد سيكون لنا وقفة مع كتاب العقد الاجتماعي والفكر السياسي لجان جاك لهذا الكبير واقع عن جان جاك روسو وشكرا وإلى اللقاء